خلي رجع للمعلقنا الدكتور مروان صالح لنقل التتويج السوبر الاول الاهلي السوبر المصري الاول في التاريخ هو بطل النادي الاهلي خلي رجع لارض الملعب ومعلقنا الدكتور مروان صالح هالكلمة اليك يا دكتور دكتور انا كابتن هيسم والف مبروك للنادي الاهلي المباراة السوبر كأس السوبر الاولى في تاريخ الكرة الطائرة مهندس ياسر ادريس رئيس ياسر امر رئيس اتحاد الكرة الطائرة ودي أمام حضراتكم كأس السوبر الأول طبعا هيتم تسليم أكيد المركز الثالث لفريق الاتحاد السكندري والمركز الثاني فريق نادي الزمالك والمركز الأول والكأس السوبر للنادي الأهلي صاحب أكبر أبطال قرية وعالمية وأفريقية ومحلية ودي أمامنا سيد الوزير العمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي وعلى شماله المهندس سياسي الأمر بيسلم الأول ميداليات تسكرية للحكام حكام اللقاء الكابتن ناصر حمدي أمام حضراتكم كابتن ناصر حمدي حكم اللقاء والحكم الثاني الدكتور محمد منير الدكتور محمد منير يتسلم الميدالية التسكرية للبطولة كأس السوبر والكابتن أيمن الدهبي كان حكم اللقاء الثالث والرابع من الحكام الدوليين قادي أعضاء مجلس إدارة نادي الاتحادة كرة طيرة دكتور وائل عنديل والمهندس سياسي الأمر والعملي فاروق نائب رئيس النادي الأهلي أمام حضراتكم وائد رئيس منطقة الإسماعيلية تتويج للحكام اللقاء والكابتن مجدي حافظ رئيس نجرة الحكام الميدالية التسكرية الكأس السوبر الحكام اللي كانوا مشاركين فيه اللقاء مرعبين الخطوط أمام حضراتكم إيمان عبد العزيز أيمن رفعت أحمد عطيق أحمد سليمان الموزيع الداخلي بينادي على الحكام حكام اللقاء وبيسلمه طبعا على وعيس الاتحاد وميداليات التسكرية ألف مبروك لي النادي الأهلي وألف مبروك لي مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة الكابتن محمود الخطيب واللي اتصل وهنى الكابتن محمد مصلحي وفريق الكرة الطايرة بكأس الأولى بكأس السوبر الأولى في تاريخ الكرة الطايرة هذه الحكام أمام حضراتكم بتوبقهم ده مراسم التتويج ومراصم التقليد هذه فريق النادي الأهلي أمام حضراتكم اللي بيضم كتيبة النادي الأهلي عبدالله عبدالسلام كابتن الفريق عبدالحليم عبو أحمد صلاح عبدالرحمن سعودي دويجي سيلبا توري ستة المحترف الإيطالي محمد عصران عبدالرحمن الحسيني محمد عادل محمد عبدالمحسن حسام يوسف محمد عبدالمحسن حسام يوسف أحمد سعيد أحمد عزب الليبرو يوندر جارسيا الكوبي رقم 11 و17 محمد رمضان الليبرو فريق أما الجهاز الفني محمد مصلحي ميدو مدير فني تامر مجدي مدرب عام محمود جمعة مدرب سامح ضلام خصائي صوات الملاعب أحمد سعيد محلل الحسن عبدالمجيد مخطط أحمال دكتور إهاف فقر الدين طبيب الفريق واللواء خالد أبو زينة مدير الفريق أحمد رشاد عامل قادي لعبي نادي الاتحاد وده عضو مجلس إدارة نادي الاتحاد اللي موجود بجوار كابتن أحمد عبد الدايم مدير النشاط الرياضي بنادي الزمالي وخلفهم حسن عبد المدير التنفيذي لاتحاد الكرة الطيرة وهو كابتن الدكتور وقل أمديل بيدي لعبة الاتحاد المداليات المركز الثالث الجهاز الفني اللي نادي الاتحاد بقيادة الكابتن أحمد سمير طبعا لاعب منتخب مصر ونادي الاتحاد السابق طبعا لاعب النادي الأهلي بيحتفلوا ببنت جارسيا الليبرو الفريق كله عمالي يلاعبها ويداعبها ألف مبروك لنشاط الرياضي بالنادي الأهلي بقيادة المايسترو أو بقيادة الكابتن خالد العوضي المدير النشاط الرياضي وجميع العاملين بالنشاط الرياضي لخدمة الكرة الطيرة وألف مبروك لمجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة الكابتن محمد الخطيب وأعضاء مجلس الإدارة العمري فاروق نادي برئيس النادي وكل الأمنيات والتوفيق لفريق الكورة إن شاء الله اللي سيسافر بعد غض إلى السودان لمواجهة الهلال السوداني في الدور الثاني في دور المجموعات في دور أبطال أفريقيا بالعاصمة السودانية أم درمان اللقاء مع الهلال السوداني في افتتاح دور المجموعات بالتوفيق دايما لفرق النادي الأهلي في الكورة وفي اليد وفي الطائرة وفي السلة وفي ألعاب القوة في كل المجالات في كل الألعاب الفردية والألعاب الجماعية هذه فريق نادي كابتن جمال ده رئيس جهاز نادي كورة الطائرة بنادي الاتحاد وإذا كابتن أحمد سيمير هو بيبوس مهندس ياسر أمر مدير فني نادي الاتحاد وإذا الجهاز المعاون لفريق الجهاز الفني المعاون لكابتن أحمد سيمير الأهلي يعني بطولات أعلى واخد أعلى الأسكور في الألقاب المحلية والدولية 32 أدي فريق نادي الاتحاد المركز الثالث والميدالية البرونزية بعد الفوز على طلاع الجيش في مباراة الثالث والرابع ثلاثة اثنين وكان فايز الشوطين الأول والتالي وتعادل في الشوط الرابع التلاية ثم فايز في الشوط الخامس والحاسم نادي الاتحاد بالمباراة وبالتالي يحصل على المركز الثالث وتم تسليم ممدنيات المركز الثالث الأهلي صاحب ألقاب البطولات 32 دوري مصري 20 كاس مصر البطولات الدولية 14 دوري أبطال كأكس كؤوس الأفريقية 6 بطولة العربية 7 8 8 وتأهل لكأس العالم الأندية 3 مرات 2010 2011 2015 وحصل على البطولة الأفروأسيوية سنة 1981 بوهولندا دي كان اسمها البطولة الأفروأسيوية و2003 البطولة 2003 البطولة العالمية اللي كانت في 2003 الأهلي طبعا صائد البطولات وحاصد البطولات زي ما قلنا لحضراتكم كانوا أخذ أعلى بطولات في البطولات المحلية نخش على فريق نادي الزمالك المركز الثاني والميداليات الفضية ودي الدكتور وائل عنديل عضو مجلس صدارة الاتحاد جنبه عضو مجلس صدارة الاتحاد السكندري وكابتنا أحمد عبدالدايم مدير النشاط الرياضي بنادي الزمالك كابتنا مهندس ياسر أمر رئيس اتحاد الكرة الطيرة والعمري فاروق نائب رئيس المعالي الوزير ونائب رئيس النادي الأهلي وزير الرياضة الأسبق ورئيس منطرة اسمعالية لكرة الطيرة وحسن عابد المدير التنفيذي طبعا عايز يسلم ابنه سيف عابد الميدالية الفضية والمركز الثاني أمام حضراتكم تتويج المركز الثاني الجهاز الفني لنادي الزمالك كابتن أحمد عشور وجهازه المعاون الأهلي بقى صاحب العرس وصاحب الليلة وعريس الفرع وأهو أمام حضراتكم أهو بيسقفوا بيعملوا طبور كده الاستفاق في النادي الأهلي بيسقفوا أكيد لميدو محمد مسلحي ميدو المدير الفني وفرحة تعيبي النادي الأهلي بستتوير وكأس أسكبر الأولانية أهلي 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 أمام حضراتكم أهو فرحة ما بعدها فرحة أهلي 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 ألف مبروك لمجلد صدارة النادي الأهلي ألف مبروك لكل أعضاء النادي الأهلي لكل الفروع الأربعة الجزيرة وستة أكتوبر ومدينة نصر والنادي الجديد التجمع وأسوأ ومدينة نصر ألف مبروك لأعضاء النادي الأهلي أو تحية أو تحية العمري فروق بيرد على الجماهير وعلى اللعيب لنادي الأهلي بالفرحة ومراسم التتويج للنادي الأهلي بطلا لكأس السوبر الأولى عبد الله عبد السلام الفتى الأصمر يتسلم الزهبية وطبعا هيتسلم لسه كأس السوبر وهذه جارسيا رقم 11 أحمد صلاح رقم 4 العمري فروط طبعا بيبوس كل اللعيبة طبعا فرحة ما بعدها فرحة لعيبة النادي الأهلي أحمد سعيد محمد عادل دولة أهو أهو فرحة وكده مع المهندس ياسر أمر محمد عادل و عبد حليم عبو لاعب مركب تفتولي رقم 6 المحترف الإبطالي وهذه لعيبة 16 وبعد المعد الثاني في الفريق رقم 12 بعد أبرحمن عبد أهو 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 وج långierto أنف تحييم تحييم ب instantly وأهو أهو 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 وادي انس انس شاوي ادي عبد الرحمن سعودي هو امام حضراتكم قبل في النادي الاهلي جابته دول لعيب النادي الاهلي الناشئين بقى رقم عشرين من النادي الاهلي ابراهيم رسلان لبرو الفريق التالت وادي كابتن محمد مسلح ميدو بيتعانق مع العمري فاروق رئيس نائب رئيس النادي الاهلي وادي بيسلم على خالد ابو زينة المدير الاداري للفريق ومدير فريق الاهلي وبعد كابتن تامر او تامر كابتن تامر مساعد مدرب تامر مجدي وبعدين محمود جمعة بعدين دكتور سامح ظلام بعدين احمد سعيد محلل الاداء والحسن عبد المجيد مخطط الاحمال والدكتور اهاب فقر الدين طبيب الفريق وهدي سامح ظلام بيبوس طبعا احمد عبدالدهيم بيشبله شوية عشان يبوسه سامح ظلام وهدي الجهاز الفني والاداري والطبي للنادي الاهلي اخر حد في الجهاز الفني دكتور سامح ظلام طبيب الفريق هيجي بقى عبدالله عبدالسلام وموعدنا مع الكأس مع الذهب كأس السوبر المصرية لكرة الطيرة وكابتن عبدالله عبدالسلام اهو يستلم الكأس من العمري فاروق ومن مهالي سياسي الامر رئيس اتحاد الكرة الطيرة على اهو 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 وüyorدي فرحة ما بعدها فرحة ودايما في افراح ودايما be aه وانفصارات وانجازات للناج الاهلي بكل الالعاب بداياةا من كرة القدم وكرة الطيرة وكرة اليد اهو 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 كأس السوبر اهو 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 فرحة ما بعدها فرحة ووادي تعاه trajectory ووادي سلام العمري فاروق بيسلم علي احمد عبدالدهيم مدير بنصاد medir في الزمالك طبعا ابو العمري وادي نزل الكابتن عبدالله عبدالسلام كابتن النادي الاهلي